كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي معالم حمد أحمد البوارد الفلاسي واكيل وزارة الدفاع العضو المنتدب للهيئة بناسبة فوزه بجائزة الشخصية البيئية في الدورة الثانية لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة التي اختارته تقديرا لجهوده التي انعكست على بيئة الإمارات وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان معالم حمد البوارد على فوزه بهذا اللقب وقال انه استحق هذا اللقب عن جدارة حيث كرس جهوده لحماية البيئة والمحافظة على الأنواع وترجمة الرؤية الحاكمة لقيادتنا رشيدة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وسير على النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان رحمه الله والذي استمر في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حافظه الله لتحقيق طموحاتنا الكبيرة في التقدم والنماء والمحافظة على تراثنا العريقي وموروثاتنا الغالية المتميزة